موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ثامنة مساء في تونس تتابعون في أخبارها عنوينا الليلة مشاهدين بسبب المديونية التي تجاوزت الألف مليار فلحون صغار يغادرون القطاع ودعوات إلى مساندة الفلاح في المواسم الصعبة غدا أولى اختبارات امتحان شاهدة ختم التعليم الأساسي العام والتقني وأزمة حجب الأعداد في المرحلة الابتدائية تراوح مكانها تونس تدين اقتحام مجموعات مسلحة مقر إقامة سفير تونسي بالخرطوم وهدوء حذر مع بدء سريان هدنة أيام ثلاثة في السودان أهلا بكم مشاهدين الأعزاء ديون متراكمة يحملها على كواهيلهم صغار الفلاحين مع تغيرات المناخية المتصاعدة التأثير وتداعياتها السلبية على مردودية القطاع ما دفعهم دفعا إلى مغادرة العمل فيه كما سيبينه النقل التالي مشاهدين ما يقارب ثلاثة بالمئة من الممارسين للنشاط الفلاحي يغادرون القطاع جراء المديونية التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1300 مليار وفق ما أكده عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والسيد البحري أنيس الخرباش تتراكم على الفلاحة مبالغ كبيرة من المديونية وصلت اليوم في مبلغ إجمالي بحوالي 1300 مليار 1300 مليار هم أصلت دين 900 مليار والبقية هم فوائف تأخير ومعناها وخطايا اليوم العديد من مزارعية الحبوب العديد من مربي الدواجن عديد من مربي الأبقار والأغنام وبحكم معناها حتى التسعير عن طعالحليب وارتفاع كلفة الإنتاج بعد غلاء الأعلاف بعد الحرب الروسية الإكرانية قاعدين يغادروا في مناطق الإنتاج وقاعدين يغادروا في الدورة الاقتصادية الفلاحية اليوم عنا حوالي 3% من الممارسين للنشاط في القطاع الفلاحي يغادروا سنويا المنظومة هذه تتالي مواسم الجفاف ألقى بذلاله على مردودية نشاط أكثر من 80% من صغار الفلاحين الذين باتوا يعتمدون كليا على التدايون للتزود بمستلزمات فلاحية تشهد أسعارها التفاعا مع كل موسم التركتور بالديون، الزريعة بالديون، الدوي بالديون، لمونيت، ريلمي، الحارث كلها مسالة ومخنوقة بالمديونية لم أخذ قرون من عند الجمعيات لم أخذ الدواء من عند المواد الفلاحية الفلاحة كلها المسالة في ليدوية، في السناتيج في المياه، في الدركتورات في الحارث كلها مسالة، لم يكن من المشموسي أمام صعوبة الوضع شدد الاتحاد التونيسي للفلاحة والصيد البحري على أهمية دعم صغار الفلاحين عبر تحسين خط التمويل بالبنك الوطني الفلاحي إضافة إلى دعم الفلاح خلال المواسم الكبرى عن طريق صندوق الجوائح سرعونا في المنح ويعملون الجدول للديون وأبرساني كتوخذ قرض من عند البنكة فمتود انتيريه مرتفع جدا، راقوية مول الفلاحة ونقص له الانتيريه قدمنا العديد من المقترحات أولا لأنه يلزم يكون تمويل وابح القطاع الفلاحي اليوم بنك الوطني الفلاحي لا يتعدى رقم معاملاته 6% في القطاع الفلاحي يلزم اليوم تمويل لأنه 85% من فلاحتنا صغار فلاحين في نفس الوقت اليوم يلزم نقف بجنب فلاحين بالأخص في المواسم الصعبة كما توما وصم الحبوب طالبنا إلي أنهم يدخلوا الحكومة وسيد رئيس الجمهورية شخصيا لدعم الفلاحين عبر صندوق الجواحة الطبيعية وتبقى المديونية إحدى المعظلات التي يواجهها الفلاح بالعزوف عن مواصلة نشاطه في ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم لإنقاذ منظومات إنتاج باتت مهددة على باب افتتاح اكتتاب في رقاع خزينة قصير المدى بعد غد الثلاثاء ستستفيد منه الدولة التونسية لتوفير أساسيات عجلة للاقتصاد ومع واقع شح الموارد عبأت خزينة البلاد التونسية العامة قروضا داخلية بقيمة مليار دينار منذ أياما بفضل رقاع خزينة قصير الأجل كذلك في ظل الحاجة إلى تعبئة المزيد من الموارد المالية لميزانيات الدولة أكدت تونسية للمقصة التي تساهم في إدارة الدين العمومية الداخلية القابلة للتداول أكدت أن الخزينة العامة للبلاد التونسية تمكنت من تعبئة قروضا داخلية بقيمة مليار دينار يوم الربع عشر من جوانجاري تبع لطلب اكتتاب في رقاع خزينة قصيرة الأجل تسدد قيمتها في وضون ستة أشهر بنسبة فائدة ساوي ثمانية فاصل تسعة وستين بالمئة وتعتبر رقاع الخزينة قصيرة المدى أحد نوعي رقاع الخزينة والتي يتم اتصارها أسبوعيا لمدة تتراوح بين ثلاثة عشر واثنين وخمسين أسبوعا يأتي هذا في وقت أكد فيه البنك المركزي تسجيل تضاعف قائم رقاع الخزينة قصيرة الأجل منتصف الشهر الحالي حيث وصله إلى ثمانية مليار دينار مقابل أربعة فصل اثنين مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق واستقرار قائم رقاع الخزينة القابلة تنظير طويلة الأجل في حدود ستة عشر مليار دينار وحسب بيانات تونسية للمقاصة تستعد الحكومة لسداد ديون محلية مستحقة للبنوك الأسبوع المقبل بأكثر من مليار دينار كما من المنتظر أن يتم فتح اكتتاب يوم الثلاثاء القادم في رقاع خزينة قصيرة الأجل لتعبئة 130 مليون دينار ويفسر تسارع الحاجة لتمويلات قصيرة المدى بتزايد حاجات ميزانية للتمويلات العاجلة في ظل تراجع مستوى تعبئة القروض الخارجية من ناحية وشدة ضغور لإيجاد تمويلات لاستيراد المواد الأساسية ومنتجات الطاقة من ناحية أخرى يأتي ذلك وسط ما تعانيه تونس من ارتفاع لمستوى المدونية والشحن في الموارد في ظل صعوبة الوصول إلى السوق المالية العالمية وتأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ثلاثة ويام امتحانة يجري فيها أكثر من 32 ألف تلميذ مترشح اختبارات إجهادة ختم التعليم الأساسي التقني والعامة للفوز بـ 3450 مقعداً بالمعاهد النبوذجية تبدأ غداً الاثنين بأكثر من 250 مركز امتحان عبر البلاد فيما أزمة التعليم الأساسي على حالها بـ 251 مركزاً تنطلق غداً أولى الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني اختبارات تتواصل على مدى ثلاثة أيام وفيما ترشح لشهادة ختم التعليم الأساسي التقني 261 تلميذ وتلميذة 70% منهم ذكور و30% إناث فإن أكثر من 32 ألفاً وخمسمائة وأربعين مترشحاً في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام يتنظرون على 3450 مقعداً بالمعاهد النموذجية مترشحون تراجع عددهم مقارنة بدورة السنة الفارطة فيما شهد ارتفاعاً بالنسبة لمترشحي امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني انطلاق اختبارات شهادة التعليم الأساسي تأتي وسط تواصل أزمة التعليم في المرحلة الابتدائية حيث قررت الهيئة الإدارية القطاعية لجامعة التعليم الأساسي في آخر اجتماع لها مواصلة حجب الأعداد لثلاثيات الأولى والثانية والثالثة ومقاطعة مجالس الأقسام وكل الأعمال الإدارية التي تخص نهاية السنة الدراسية تقدم وزارة التربية إن أرادت إنهاء السنة الدراسية في ظروف عادية وإن أرادت عدم ترحيل الأزمة إلى مفتتح السنة الدراسية أن تعود إلى طاولة المفاوضات وأن تقدم مقترحات جدية ومسؤولة التي يمكن أن نتفاعل معها إجابا سنواصل المفاوضات لن نقطع المفاوضات لن نتوقف عن تحسين وضع المدرسين وخاصة المدرسين النواب أنا أوجه نداء المعلمات والمعلمين بتغليب الحكمة وصوت العقل وإرجاع الأعداد إلى أبناء هذا الشعب يذكر أن الجامع العمل التعليم الأساسي في جلساتها التفاوضية مع سلطة الإشراف قد سعد إلى تحقيق مطالب منها ما يشمل جوانب مادية إضافة إلى تحسين ظروف العمل والقطع مع كل أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية المعلمين النواب خارج الاتفاقية أكدت رئيسة الحكومة نجلة أبودان رمضان رئيسة الحكومة في افتتاح الاجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود أكدت أن تونس تعتمد في مكافاحتها الإرهاب والتطرف العنيف مقاربة شاملة وأبرزت في كلمة ألقتها عن بعد ما توليه تونس من اهتمام خاص لتوقي من التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب ضمن أولوياتها الوطنية والإقليمية والدولية ومن أجل بناء شركات دولية وتنسيق الجهود المشتركة في المجلة تعتمد تونس في مكافحتها للإرهاب على مقاربة شاملة تهدف إلى استكمال التدابير الأمنية بمقاربة وقائية مبنية على احترام حقوق الإنسان من خلال تدخلات تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ودفع مسارات التنمية المستدامة وتعبئة الآليات والثوابت المكتسبة التي تعزز أمن مجتمعنا وتقوية قدرته في مواجهة الظاهرة ومعالجة تداهياتها بما يساهم في توفير بيئة آمنة وملائمة للتقليص من نسبة العود وإنجاح جهود الوقاية بما في ذلك المتعلقة بالتأهيل وإعادة الإدماج على أبواب شركة مع أوروبا تقتريحها مفوضية الاتحاد الأوروبي وبالتالي دوله ستكون محل نظر وقرار تونسي أولا بما لا يمس سيادة البلاد ومصالحها الوطنية قبل عرضها على مجلس التكاتل الأوروبي قراءة في أفاق هذه الشراكة وأبعادها يقرأها للأخبار صحفيون متخصصون الشراكة الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي تتمهى بعض الدراسات في تصنيفها مقاربة أنجع قد تؤسس لها مذكرة التفاهم هذا بعد اشتغال من الطرفين على محتوى بيان المشتركين توجه زيارة الوفد الأوروبي إلى تونس بيان بعناوين كبرى مثل أن عاش الاقتصاد في تونس ومكافحة للهجرة غير النظامية لكن بشروط قد لا تكون حسب البعض واضحة للعيان أعتقد أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أهمية هذه الوثيقة أو نجاحها أو مردوديتها لذلك يجب أن تصارح تونس الرسمية تونس الشعبية بفحوى هذه المذكرة وتستمد القوة من خلال إنارة الرأي العام الوطني ومن خلال تعبئة شعبية حتى نكون على استعداد لتقبل هذه المذكرة ونكون طرفا فاعلا ووازنا في تحقيق أهدافها لكن على المستوى العملي لابد أن ينتبه رئيس الدولة إلى أن الأعلان الذي تم نشره واعتمد عليه أعتراف الأوروبية الآن أو أغلبهم فيه نقاص وفيه منزلقات إذا كنا نتحدث عن حق التنقل فحق هذا تنقل مضمون للجميع إذا كان الأفارق يرغبون فعلا في البقاء في الأراضي التونسية فأيدي تونس مفتوحة ولكن هم يتخذون من تونس منطقة عبور فقط وبالتالي هناك هذا المنح الحقوقي أو منح الإنساني الذي يتحدث عن الجميع طبعا هذا يأخذ في الحسبان ولكن لا يأخذ في الحسبان على حساب مصلحة تونس والتونسيين وقبل عرضي على مجلس أوروبا في قضون الأسبوعين سيكون المقترح الأوروبي للشراكة موضوع نظر الرئيس الجمهورية قيس سعيد يقرر ما إذا كان سيقبل به في إطار المصلحة المشتركة لكن تبقى لسيادة الدولة التونسية وهذا تحدي قد يكون انخرط فيه حين نجح في الدفع بملف الهجرة إلى منطقة التفاوض الكبرى لا فقط مع الاتحاد الأوروبي بل وأيضا مع صندوق النقد الدولي رغم تجاه للتصعيد في كلمته رئيس الدولة يحاول أنه يلعب مع الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي على المستوى الألفاظ والكلمات رئيس الدولة يقول كلاما ولكنه في الحقيقة يقصد أشياء أخرى بمعنى عندما يقول بأن تونس ليست دولة لكي تلعب كحارس للدول الأخرى وهذا كلمة سياسية معبرة وقوية فيها ضغط على الاتحاد الأوروبي فيها مناورة من قبله من أجل دفعهم لمزيد من التنازلات هو يريد أن يصل إلى اتفاق لا يحرجه الآن ويبدو أنه يمضي قدما في رفض هذا التكييف لتونس على اعتبار أنها حارسة لحدود البلدان الأوروبية ومن الطبيعي أن لا تكون تونس مجرد حارس البلدان الأوروبية عندما نقيم مقارنة مع بقية البلدان في مناطق أخرى في آسيا وغير آسيا كيف تعاملت مع ملف الهجرة كيف استعملت ملف الهجرة كوراقت ابتزاز تونس بعيدة عن استعمال ملف الهجرة كوراقت ابتزاز ولكن في نفس الوقت لا ترضى أن تكون مجرد حارس للحدود الأوروبية لكن أعتقد أنه يجب الأخذ بالاعتبار جملة من معطيات أولا هناك روح يجب أن تكون موجودة في هذه المذكرة نحن هنا تفاوض من موقع قوة نفس احتياجات تونس هي احتياجات أوروبا في موضوع الهجرة في موضوع التعاون في موضوع الطاقة في موضوع التعاون العلمي والثقافي ما سيتحق لتونس هو أيضا سيتحق ويعود بالفائدة على أوروبا ثانيا مثلما تفاوضت معنا إيطاليا بشكل مفرد وأتت بشكل جماعي باسم الاتحاد الأوروبي أعتقد أن الوقت حال للتشاور أو لتوجيه رسائل إلى الجوار نحن نتعاون ضمن اتحاد مغاربي ضمن جنوب متوسط وبالتالي لا مناصة من أخذ البيانات بار موقف الجيران وتشريكهم في القرارة حتى نكون في موقع قوة أيضا وحسب بعض الكراءات لا يمكن الخوض في المقترح الأوروبي بمعزل عن التطورات الأقليمية خاصة منها الحرب الروسية الأوكرانية ينظر المجلس الأعلى للقضاء العشرين من جوان الجاري في طلب نيابات العمومية رفع الحصانة عن ثلاثة عشر قاضيا تعلقت بهم شبهات ارتكاب جرائم مالية واقتصادية وإرهابية فيما ما يزال طلب رفع الحصانة عن نائبين اثنين أحدهما موقوف والثاني مطلوب لدى العدالة ما يزال موضوع شد وجذب بين وزارة العدل ومجلس نواب الشعب ما يفتح باب الجدل واسعا حول حدود الحصانة في تونس إذا ما تعلق الأمر بتتبع القضائية بمقتضى أدائه لليمين الدستورية يتمتع نائب أليا بحصانة برلمانية تمكنه من أداء مهمه التشريعية دون أي ضغط من أي جهة كانت وتقيه المساءلة عن موقف أو رأي أدل به في إطار هذه المهمة إلا أن تلك الحصانة على أهمية هامش الحماية التي توفرها للنائب فإنها لا تعد مطلقة ما ورد في الدستور الفصل ستوستين اللي ما يتمتعش نائب بالحصانة في حالة الشتم والثلب والعنف داخل وخارج البرلمان بقية الإجراءات بقية كما هي نائب يتمتع بالحصانة سواء كان حالة الجنحة أو جناية أو إذا كان يتعلق بالعمل البرلماني متاعه الدستير المتعاقبة في تونس وعلى غرار نظيراتها في التجارب المقارنة مكنت بدورها القضاة من الحصانة الجزائية الحصانة الجزائية معناها باش الناس يفهموا اللي هي رأي مش الهدف منها أنه الإفلات من العقاب لا الحصانة هي ضمانة لا استقلال القاضي ضمانة أن القاضي يكونش تحت ضغوطات وبالتالي مكنه من حصانة إذا القاضي ارتكب جريمة أو كذا فالمجلس بتبيعة الحال يعني يرفع عليه الحصانة وهذه مسألة أساسية القاضي لا يمكن ملاحقته من أجل قرار أو موقف أبداه في حكم ولكن يمكن ملاحقة القضاة إذا ارتكبوا جرائم تتعلق بالفساد المالي أو تتعلق بالرشوة أو تتعلق بجرائم الحق العام أو بحادث مرور إلى غير ذلك من الجرائم الجرائيا الجاسة العامة في البرلمان وحدها من تقرير رفع الحصانة عن النائب من عدمه إذ يكفي أن يكون تصويت بلا لرفع الحصانة حتى ينتهي الاحتفاظ بالنائب المطلوب أو الموقف على ذمة التحقيق أما بالنسبة إلى القاضي فلا يقع الاستماع إليه أصلا ما لم ترفع عنه الحصانة من قبل المجلس الأعلى للقضاء الذي سيبت في العشرين من جوان الجاري في رفع الحصانة عن ثلاثة عشر قاضيا تعلقت بهم شبهات ارتكاب جرائم قاضي التحقيق إذا كان تفتح قدام بحث تحقيقي ضد قاضي فقاضي التحقيق يطلب من المجلس على القضاء أنه يرفع الحصانة عن القاضي المعني بالأمر وبالتالي لسماعه أو استنتقي فيما ينسب إليه وزير العدل أو الجهة القضائية هي التي تطلب من البرلمان رفع الحصانة على النائب المطلوب ثم المجلس يرتقي أن معناها هذه التهم ربما تكون كيدية أو أجل معناها أغراض سياسية أو برلمانية فأنه لا يصدق على رفع الحصانة معناها القاضي يقعد راهين قرار لجنة الحصانة وقت يقول له هي لا سيلة ويزيد لها لجنة الحصانة يقول له أعطيني الملف فرق بين التعبير عن قراء وفرق بين الجرم المرتكب هذا ما يدخلش فيه الحصانة خاصة التلبس وطول فلسفين وعشرين هذا اللي يحكي في النظام الداخل يحكي على التلبس قال لك حتى كانت وقت ما ترفعش حصانة يروح الحصانة حين تقطع فيها الشخصي بالوظيفي أصبحت مثار جدل واسع لدى الرأي العام الذي لا يطالب سوى بالمساواة بين الجميع أمام القضاء حين أصبحت الحصانة تعني ضرورة الإفلات من العقاب بالنسبة للبعض في الأنظمة الحصانات هي دائماً مدخل للإفلات من العقاب وللأسف أنه الآن ما عاش نجم نحكيه على نظام الحصانات سواء حصانات برلمانية أو حصانات رئاسة الجمهورية أو حصانات سياسية فبالتالي أنه الأنظمة الحديثة حالياً تتخلى عن هذه الحصانات مقابل سيادة القانون أنه كل شخص ارتكب جريمة من مفروض أنه يمثل أمام المحكمة دون حاجة إلى إجراءات قلت لا يقع تتبع النائب بثلت فترة نيابية بتتبع جزائي أي كي بدأ متعلق بي قضية جزائية هذا يتضرب مع الدستور يتضرب حتى مع القانون الدول وهو الضرب من ضرورة الإفلات من العقاب باش نمشيه وتقول لك السقوط العقاب بمرور الزمن لخمسة سنين وشوفنا معناها في المجالس المجلس الوطني والتأسيسي والبرلمان نكون لهم معناها السقط خيط رفيع يفصل بين الحق في الحصانة وواجب المحاسبة معادلة أثبتت على مدى تعاقب التجارب في الحكم أن كلاهما يحتكم إلى الإرادة في الملاحقة وفتح الملفات خبص وتسعون سنة منذ وفاة محمد علي الحامي الأبي مؤسس العمل النقابي التونسي ذكرا يحييها تونسيون وأهالي جابس خاصة زر معها أمين عام اتحاد الشغل الحامة مسقط رأس الزعيم النقابي مصريحا أن معركة تونس اليوم اقتصادية واجتماعية أساسا بمدينة الحامة أحيى النقابيون وشغلون بجهة جابس الذكرى الخامسة والتسعين لوفاة رائد الحركة النقابية التونسية محمد علي الحامي بإشراف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد أن هذه الذكرى تعد مناسبة لاستحضار تضحيات رجال تونس من أجل الحرية والتحرر ونيل الاستقلال وبناء تونس المهم أني في المحطات التاريخية ليس أني مجرد أني نحياها الدكوردو هذا واجب علينا وواجب مقدس اعترافا بالجميل لما قدموه معناها رواد الحركة الوطنية والنقابية ولكن أني استلم منها العبار وأن التاريخ يعيد نفسه كانت مناه هناك قامات لقدامه هدف رئيسي في تحرير الوطن من الاستعمار ومن الغبن ومن أجل قضايا التحرر والانعتاق الاجتماعي اليوم المعركة كذلك تعيد نفسه وهي معركة اقتصادية واجتماعية معركة توجود وأضاف الأمين العام أن الفقيد الذي أسس أول منظمة نقابية في العالم العربية كان رائدا للاقتصاد الاجتماعي التضامنية الذي يعد أحد الحلول للأسمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها العالم بأسره اليوم الحركة النقابية والوطنية محمد علي الحامي الحكاية على الاقتصاد التضامني والاجتماعي وإن كان بمصطلحات أخرى ولكن هذا هو الاقتصاد التضامني الاجتماعي الذي يلزمنا نسعى فيه ونطوروه وإن شاء الله الأمر المتعلق بهذا القانون الذي قاعد على الرفوف لم يصدر إلى حد الآن إن شاء الله يرير النور قاعدين في منطق أو نسمع الجيل فلانية ما تساعدنا أو كذا أحنا يجب أن نساعد رواح أحنا عنا كل مقاومات النجاح أحنا عنا بوتونسيال كبير لكي نجمه نطوره ونقدمه شريطة أنا خلق مناخ من الثيقة من أجل التضامن وطني حقيقي متضمن أحياء ذكرى وفاة محمد علي الحامي تنظيم معرض وثائقي يجسد تاريخ ونضال الجهة النقبي والسياسية نسخة رابعة من البطولة الوطنية للحساب الذهني نظمتها اليوم بالحمامات أكاديمية العباقرة شارك فيها نحو 1400 طفل تونسي من إنحاء البلاد كلها ودارت مسابقتها في أشواء احتفال وتنافس في مادة الحساب الذهني التي تدرب أدماغة الأطفال على تطوير بعض مهارات التعلم الأساسية منها الذاكرة والتصور والتركيز وثقة في النفس فضلا عن السرعة والدقة وزنة التربيات للمسابقة اهتماما كبيرا إذ هي فرصة اكتشاف المواهب والعباقرة منذ سنواتهم الأولى ثلاثة أحويج مهمة قوة التركيز اليوم صغيراتنا مشتين لأولياء أكثر الأولياء تتشكى من قلة التركيز متع الصغير سارح هذه النقطة مهمة ياسر سرعة الإنجاز اليوم العصر متعنا عصر متع السرعة يعني الإنسان اليوم سريع في الإنجاز متاعه في اتخاذ القرارات ياخذ خطوات متقدمة ياسر على بقية الزملاء متاعه وحاشة أخرى ثقة في النفس وقت اللي صغير هنا يخرج يعمل عمليات في طريقة ذهنية وسريعة تقريب أسرع حتى من الكالكولاتريس هذا كله مشيك بوثيقة في النفس وحنا اليوم اللي حصر متعنا عصر الذكاء نحكيه عن الذكاء الاصطناعي نحن ننطلق الانتليجنس إذا دنتون شديدة وجهتها تونس إذا أما أقدمت عليه مجموعات مسلحة من اقتحاب مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالخرطوم ونهب ممتلكاته والعبث بمحتوياته كما ورد في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج جاء فيه كذلك أن ما قامت به هذه المجموعات المسلحة هو خرق جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتعد صارخ على حرمة مقرات البعثات الدبلوماسية داعية إلى تتبع الجنات ومحاسبتهم ومجددة تأكيد موقف تونس ثابت الداعي إلى ضبط النفس ووقف الاقتتال فورا بين طرفي النزاعة وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق العليا لتعرب عن دعمها الكاملة الجهود الإقليمية والدولية كافة الهدفة إلى تثبيت الهدنة والعودة إلى الحوار للخروج من الأزمة هدنة ربيعة بـ 72 ساعة هذه المرة بدأت صباح اليوم بالسودانة تعهد معها طرف النزاع بوقف الهجمات وعادم السعي إلى تحصيل مكاسب عسكرية خلال هذه الأيام الثلاثة فيما يُعقد غدا مؤتمر مانحين بجونافا سويسرية يحاول منظمه حشد دعم مالي لملايين السودانيين الواقعين في أتون الصراع على السلطة أعقب ليلة من الضربات الجوية والاشتباكات بين الطرفين النزاع في السودان سدى الهدوء العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وفق سكان هناك وذلك مع بدء سرياني وقف لإطلاق النار مدته هذه المرة 72 ساعة بهدف تهدئة المعارك المستمرة منذ أكثر من شهرين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة والتي لم تنجح اتفاقية هدنة سابقة بينهما في وقفها واتفق الطرفين على وقف الهجمات وعدم السعي للحصول على مكاسب عسكرية خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت في الساعة الرابعة بتوقيت جرينيتش فضلا عن السماح بتسليم المساعدات كما أعلن ذلك الوسطى السعوديون والأمريكيون وسمحت الهدنات السابقة التي توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة خلال محادثات بجدة بتسليم بعض المساعدات الإنسانية مع انحصار المعارك لكن الجانبين انتهكها مرارا هذا النزاع الذي حول العاصمة إلى ساحة معارك ونهب وأدى إلى اندلاع اشتباكات في مناطق أخرى وأثار تسعيدا حادا للعنف في درفور بغرب البلاد تسبب في أزمة إنسانية تعالت الأصوات محذرة من تداعيتها وتكثفت الجهود للحد منها سياق تستضيف ضمنه ألمانيا وقطر والسعودية ومصر والأمم المتحدة غدا مؤتمرا للمانحين في جناب يهدف إلى الحصول على تعهدات بتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية في السودان وتقول الأمم المتحدة أن أكثر من نصف السكان يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية داخل السودان الأمر الذي تطلب تمويلنا يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار حتى نهاية العام كما وجهت نداء لجمع ما يقرب من خمسمائة مليون دولار لمواجهة أزمة اللاجئين النجمة عن استراع ويذكر أنه فر أكثر من خمسمائة ألف شخص إلى البلدان المجاورة للسودان فيما نزح ما يقرب من مليون وسبعمائة ألف شخص داخل البلاد النزاع في السودان أدى أيضا إلى نزوح أكثر من مليون طفل في الشهرين الماضيين وفق معطيات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيساف التي أشرت إلى أن زهاء 25% منهما في إقليم دارفور وأنها طلقت تقاريرا عن مقتل أكثر من 330 طفل وإصابة أكثر من 1900 ندد الفلسطينيون بمخاططات الاحتلال الجديدة لإقامة ألاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية ومنح وزراء في حكومة الكيان الغاصب صلاحية المصادقة المباشرة على توسع المستوطنات مطالبين بتحرك دولي وأمريكي حق يصلت ضغطا على السلطات المحتل لثنيها عن اتخاذ هذا القرار واتخاذ ما يلزم لإجبارها على وقف إجراءاتها غير القانونية باعتبارها تقويضا لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين واستخفافا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة معارك ظارية أكدت روسيا اندلاعها اليوم بقطاعات ثلاث على خط المواجهة في أوكرانيا غدا تستضافتها بعثة سلام إفريقية لم تنجح مهمتها خصوصا في كياذ ليصرح مسؤول كلفته روسيا أن أوكرانيا استعادت قرية بمنطقة زابوريتشا جنوب البلاد وأن قواتها تتحصن هناك بينما تتعرض للنيران المدفعية الروسية فيما لم يصدر تعليق من أوكرانيا التي قالت الأسبوع الماضي إنها استعادت قرية لابوكوف وسلسلة قورا شرقها بمنطقة دونتسك مع بدء هجومها المضاد اجتماعات في بكين عقادها اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أول دبلماسي أمريكي كبير يزور الصين منذ خمس سنوات وسط فطور العلاقات الثنائية وأمال ضائلة في تحقيق انفراج الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم زيارة تأجلت أفريل الماضي بسبب تحليق ما يشتبه في أنه منطاض تجسس صيني في المجال الجوي الأمريكي ليكون وزير الخارجية أكبر مسؤول أمريكي يزور الصين منذ تولي رئيس جو بايدن منصبة جانفي 21 و2000 تقليد عيد الأباء العيد العالمي الذي بات التونسيون يعتمدونه مناسبة يغتنمها كثيرون لتوجيه مشاعر الاعتراف بالفضل وسلوكاته من هدايا وشكر واهتمام زائد عن العادة وغيرها في مبادرات تحاول رد جميل أحد عمادي البيت الأب سند أبنائه وقدوتهم متى ما أدى دوره وأمانته تحايا وعبارات جميلة تنقلها كاميرا الأخبار عن تونسيين يشكرون أباءهم الذين أدوا الأمانة هو السند والوتد هو الخيمة الأنينة وميزان العدل في تجاعد وجهه اختزال سلوات من التضحية والعطاء فهو الداعم والمحب وهو المنجأ والأمان هو على مدى مراحل حياة الأبناء قريب مجيب حاضر يبني ويشيد حياة كريمة لأفراد عائلته ولو على حساب ذاته فأي كلمات توفيه حقه في عيده سند بالأخص كنت كنت طفلة فهمت ديما يقعد ابو ما كانت ابو وحدا متفكر كي كنا نحكيه كنا نرقد ديما يحكي لحكيها كوانا صغيرة وقعت ديك ديما كحدا كبير ديما نحبها كش كنا نحكي اللي عرفت ابو يهز الوليد ويهز البنية حياته كاملة كان الوالد ربي يفضل هانا والجنة تحت أخدام الأمهات صحيح أم راول ابو يهز على الكتف المبادئ وحب الغير وحب الجار واحترام الناس واحترام الكبير هذا ما كل رسالة على مهمني بابا بل مش بالقول بل الراه كيفش يتصرف وذيك هذا جو الصموع يجبني أحفظ منه فهمتني وهذا المبادئ يجبني في الصغيرات هذومة هو قدوة في كل شيء مغير من التجعله هو إنسان خدام هو المعطى وإنسان ما يعرفش الراحة يعرف كان يخدم مكون لعائلة ما تتصفش الأب حاجة نقوله مقدسة أصلا الحنية متاع والتيبة والتبحيات نقوله الأب مسؤولية فهمتني حبه ياسر متعلق به كخوية فهمت بابا فهمت الله يرحمه نعم بالنسبة لي الأب هو عمود الفقري المجتمع الأب هو القدوة الحق للعائلة هو السند فهمتني الأولاده السند فهمتني يعني تعكل شيء وفي عيد الآباء رسالة في كلمات يوجهها الأبناء إلى آبائهم إن شاء الله ربي فضلهمنا وإحنا ربينا وطن القاوم ربينا مليح قرانا إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله في كل السجدة نذكره بدعوة نقوله ربي يرحم بابا ديما كما ربينا صغير بابا نحبك بارش نقوله عايشك لخطرك قريتني وعلمتني وربيتني بالقديق نقوله إن شاء الله كل عمتي حيب خير برغم أنه بعيد علينا وصعد شوية مسيكل ديما نقوله رك تقعد بابا وربي يحميك وربي طول في عمرك زيتا ربيتني مليح وعاوتني وقتنا عندي حزيت من عرفهم صدقهم لي بيزو بابا في عيد الآباء الذي يحتفل به في الأحد الثالث من شهر جوان من كل عام عرفانا بالجميل وتقديرا للآباء قبلة على جبين من أنارت درب حبا وقيما ومبادئا غرست فينا فكانت بوصلة لتصويب المسار رحم الله الآباء المتوفين وحفظ من كان وسيظل في داخل كل منا قبسا من نور لا يخفات يوم أحد مميز احتضن ردهات أنشطته شارع محمد الخامس بالعاصمة إذ واحتفاء بعمر 75 عاما نظمت المنظمة الوطنية لطفولة تونسية ماراتون الطفولة بمسلكيه المخصصين للصغار والأكبر سن حضره عدده مشاركين كبير من مختلف الفئات العمرية استفادوا أيضا من الأنشطة الثقافية والفكرية المبرمجة 75 سنة من النشاط والمساهمة في تكوين الناشئة للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية كان الاحتفال بمرورها عبر تنظيم تظهورة ماراتون الطفولة والشباب التي استقطبت مئات الملعين برياضة العدو من مختلف الأعمار في أجواء مميزة عاشة على وقعها شارع محمد الخامس بالعاصمة هو ماراتون للأطفال والشباب فيه بس لكين افتتحنا سباح مسلك الأطفال جريو دو كيلومتر صغيرات ومن بعد عملنا المسلك الثاني المخصص للشباب واللكهول وهو في حدود خمسة كيلومترات والماراتون هذية هو فرصة حلوة تظهر رياضية مزيانة يوم اكسبرينس محليا في نهار مزيان سخون شوية عملنا الدفولمون بهي مرسي العباد الكل وإن شاء الله ديما تونس ما خير نعمر سبعين سنة شاركت اليوم في الخمسة كيلومتر أكبر عداء تبعتي التنظيم اللي نصلي نعيبه تنظيم محطم عشبني البركور عشبني الحمد لله كم منه في نيش كم منه البركور مزي نيش الويلة أما الحمد لله شاركنا وعطينا لعلينا وإن شاء الله نشوفوا تظاهرات كمناكية برشا مرات السباق الرئيسي لتظاهرة ماراتون التفولة والشباب آلت خلاله المرتبة الأولى لعداء الجمعية الرياضية العسكرية بتونس عاطف سعد الذي يعد حضوره في هذه التظاهرة محطة إعدادية للمسابقات الدولية المقبلة شأنه شأن عدد آخر من العدائين المشاركين ديستانس كانت ربع كيلومتر عملت أنز في كلك وحمد لله دي كرنو بيهي إن شاء الله الجارية الجارية إن شاء الله يكونوا خير عندي بطولة أفريقية نهار 30 جوان في الحمامات وإن شاء الله ربو يفق نعمل بوديون كل الكمبيتسيون عندها معناها الوبجيكتيف متاحة أنا اليوم الكمبيتسيون متاحة عندي إن شاء الله بطولة أفريقية شاتيئية لـ 30 جوان بيش نجريها حبيت اليوم نجي نعمل الكمبيتسيون على أنترانمو على مكمل البرنامج حمدون الله وفقني ربي بريمير بلاس ثم خلال البرك صغير هو المسافة في بيننا خمسة كيلومتر والمسافة اللي جريناها عندنا احنا بالجي بي اس ثلاثة كيلومتر ونص برش عباد مشيت لا على أساس خمسة كيلومتر كي طلعا ثلاثة كيلومتر ونص النتائج تقل بي ماراتون التفولة والشباب تظهورة لم تقتصر على الجانب الرياضي بل تضمنت أيضا فقارات تنشيطية ومسابقات فكرية للأطفال فيما يدي المشاهدين تذكير بعنوية الأخبار بسبب المديونية التي تجاوزت الألف مليار فلاحون صغار يغادرون القطاع ودعواتهم إلى مساندة الفلاح في المواسم الصعبة غدا أول اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية وأزمة حجب الأعداد في المرحلة الابتدائية تراوح مكانها تونس تدين اقتحام مجموعات مسلحة مقر إقامة السفير التونسي تونسي بالخرطوم وهدوء حذر مع بدء سرايان هدنة أيام ثلاثة بالسودان جديد الأخبار وصدقه ومفيده تتابعونه عبر نشرات إخبار تلفزة تونسية بيت التونسيين في أمان الله مشاهدين اشتركوا في القناة